على كل مستويات أنا فرحان جداً لمارسل كولر ده بدايتها يعني الحقيقة حملة التشكيك والانتقادات ليمكن يعني ممكن أقول كمان جزء من جمالين قد الأهلي كانت مش راضي عن مستويات الفريق كانت مش راضي على اسم مارسل كولر البطولة دي تحديداً جات عشان تأكد للناس كلها بشكل يعني يعني لا يدع أي مجال الشك أنه إمكانيات مارسل كولر كبيرة جدا وظهرت في ماتشاط أنا قلت لكم أصعب ثلاث ماتشاط لأهلي الموسم ده كله حط معهم مباراة واحدة ربعة تشيل حسابها أو تعمل حسابها لو وصل للأهلي إن شاء الله وبإذن الله هنوصل لنهائي دوري الأبطال دول أهم أربع ماتشاط أو أهم أصعب ماتشاط في سيزن كل فخلال عشر تيام أنك أنت تلعب ثلاث مباريات وتظهر فيهم سيبك من نتيجة وسيبك من التتويج في النهاية أنت طلعت على منصة التتويج جنب بطل أوروبا جنب بطل أمريكا الجنوبية والدنيا كان كارنفال لطيف جدا والعالم كله شافك وطبيعي على فكرة بالمناسب بشأن فيه ناس من النهاردة بتتكلم أنه الأهلي تلقى عروض طبيعية بعد الأداء المزهل اللي قدمه الأهلي في البطولة أنه عدد كبير من النجوم يتلقوا العروض بس اللي يهمك في النهاية أنه الأهلي ما بيقفش على حد وده مرتبط بالعقلية يعني خد بالك في الأهلي قصة مش قصة كرة وإمكانيات بس فيه لعيبة كبيرة جدا 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 مشت من هذه الأهلي وكان جميعينا دي اللي بتحبها بالمناسبة وزعلت إنها مشت لكن الأهلي ما تقصرش والأهلي ما خسرش هم اللي خسروا فالأهلي ما بيراهنش بس على إمكانيات الأهلي بيراهن على عقلية وبيراهن على شخصية الأهلي بيراهن على عقلية اللعب وبيراهن على شخصية اللعب وكتير من النجوم اللي انتوا شايفينهم دول رفضوا إغراءات كبيرة جدا ورفضوا عروض بملايين الدولارات على فكرة مش أقول أسماء لكن في منهم كتير تلقى عروض بالدولار ونتعرف النهاردة الدولار بقى بكام فالمليون دولار يعملوا كام فالتنين والتلاتة يعملوا كام طال قبل البطولة وبعد البطولة مش بكلم بس بعد البطولة في نجوم من نادي الأهلي تلقت عروضها بعد كده مبالغ خيالي لكن إصرارهم على أن هم يستمروا في الأهلي وأن هم يجنبوا المادة حتى لو مؤقتا بالمناسبة أنت بتاخدش في الأهلي قليل تبتاخد شعبية ونجومية وجماهيرية وتاريخ هيكفيك بعد ما تبطل كرة لسنين وسنين برا الأهلي بطلت كرة غالبا كم منسي يعني لو حد افتكرك في الشارع يبقى كتر خير الدنيا فهنا الرهانة على العقلية فرحان كمان لأكتر من لعب على وجه الخصوص يعني موديس طبعا ديئتين خد ميداليا برونز يعني سبحان الله شوف الأقدر يا أخي يعني كريم بن زيمة ونجولو كانتين نجوم فرنسا ونجوم منتخب فرنسا ونجوم ريال مدريد ونجوم تشالسي خرجوا من المطولة بدري بدري وموديس لعب ديئتين مع النادي الأهلي ديئتين ماكملش التالتة خد ميداليا برونز لكن ما علينا ترجمة نانسي قنقر